أعلن وزير الداخلية الفرسي برانو لورو أثلتا استقالته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه حاليا بشأن توفير وظائف لابنته مؤكدا على نزهته فيما قالت رئاسة الجمهورية إن وزير الدولة الحالي للتجارة الخارجية ماتياس فيكال سيحل محل الوزير المستقيل بالصفة مؤقتة هنا في ساندونيه اليوم وأمس على مدى عشرين عاما مضت جعلت الشرف نصب عيني احتراما للبلاد سواء كنت نائبا أو بعد ذلك في كل المسئوليات التي توليتها ولكن مسئوليتي أيضا الحفاظ على سمعة الحكومة وأعمالها ولذلك سلمت إلى رئيس الوزراء رسالة الاستقالة وأنا بهذه الرسالة أؤكد بوضوح التزامي بقيم الجمهورية وأنني سأواصل الدفاع عنها